وصفة المثوم الجزائري على أصوله دوقة روعة 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 بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم علي بالكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله من مطبخ أبو السجر النبي جتلكم اقتراح طاولة رمضان المفروض يعني نعملها في اللول ولكن اليوم من حان الوقت يخدمتها وهي وصفة المثوم الجزائري لتجي روعة دوقة بسم الله ما شاء الله سيبقى كما نعرف كل فعي وصفة فيها مقادير وكيف التحضير ونرحوا في بعضنا كيف التحضير والمقادير ونرحوا نشوفوا يلا رحوا نشوفوا يلا رحوا هنا عندي كمية من اللحم مرحي حاطيت الملح في الفلسود حاطيت ملاعق كبارة الشابلير ورح نكسر فيهم بيضة أنا هنا قدرت كبيرة الحم نقصر مع نصف نصف عندي بها خدمة أخرى ونصف الآخر ركزوا عليه نعمل بها مثوم كمية قليلة من رس الحانوت وضفت لها ربعة أو خمسة فوصوص ثوم مرحية حاطيتها مكامل في اللحم هنا ونبدأ نعجن في اللحم باش ندخل هديك المكونات كل مع بعض قيد في الفلسود الشابلير الملح هكذا حتى تتميز كل مع بعض ونبعد نقصمها عن نصف منحي نصف هنحطه في الجهة الأخرى عندي بي خدمة ومنصف الآخر رحوا نكوروه ونعمل كوريات تاقن ثوم يعني ليجي روعة روعة نجيب بلاتو هنا أو بلا نبلي دي بالماء ونبدأ نكور في اللحم هنعملهم كوريات كما كما شفتو هنا الصغار كبار كما تحبونتم ونعملتهم شوية صغار ونحطهم في البلاتو هكذا نبغى نكور فيهم كامل واحدة بواحدة بواحدة حتى تكملهم كامل العملية سهلة ما تطلبش يعني جهد كبير ما تطلبش يعني مشاهدة كبيرة فقط يعني يكوروهم كما تحبو أنتم تحبو صغار تحبو كبار ولكن الصغار يجيو حلوين وضرايفين ويعملوا يعني أكمية كبيرة هكذا نكورهم كامل ونرجع لكم بعد ما كملتهم كامل جبت الطنجرة هذه أو الطاجين هذا هكذا حضرت فيه ملعفة كبيرة ندوه ملعفة كبيرة ونحط ثلاثة قطع لحم هكذا أنا هنا راح نقلي اللحم نقليه ملعفة 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 يدخل فيها التياب ويتغير اللون كما شفته هنا هكذا ثم راح يتقلع يتقلع ويتقلع وينزل هذا الملعفة ثم نضيف البصل نغطي عليه ونخليه يعني يطيب ملعفة نعطيه وقته نعطيه وقته باش يطيب ملعفة ويتقلع ملعفة وهنا لي ما عندهش الحم يقدر يجيب قطع تجاج كذلك ويقليه ملعفة ويطيب به هنا كيفية تغير اللون تيعه وبدأ يأخذ فيه التياب نجيبه هنا البصلة تكون كبيرة تكون مسكرفجة أو مرحية في الرشوار أو مرقية تكون أحسن نحطه هنا ونبدأ ونقليه في البصلة سنضيف لهم نضيف له ثوم يعني ربع فصوص كذلك ثوم هكذا ونضيفه وعود قرفة ونحركه حتى يدبال البصلة هنا على جانب حاط الماء يسخن لكي نمرق به لازم نمرقه بالماء يسخن نضيفه هنا نسف من العقاة صغيرة الملح والملح بالرغبة ونضيف لها فلفل أسود ونضيف لها واحدة تشكيلة التوابل فيها رسحانوت فيها قصبر فيها كركم فيها كمون تعاملين هذك الضوء والبنة بسم الله ما شاء الله نحطهم كامل هنا نحطي ربع من العقاة صغيرة فقط ونبقى نحرك هذا البصل والتوابل واللحم حتى يدخل هذا كامل في اللحم ويبدأ يدخل فيه الطياب رح نمرقه بالشوية نغطي على طاجين ونخليه مدة معينة حتى يدخل الطياب كامل شوفوا هنا هذا كاللحم هبط ما تيعه هنا رح نمرق شوية هكذا ونبعد رح نزيد نمرق حتى نغطي اللحم اللحم هذا قاسح رح نمرق نغطيه شوية بالماء ونخليه يتغال طيب مليح ونبعد نخليه هنا نغطيه تقريبا اللحم لكي يطيب مليح نغطيه نخليه لتوقيت كم واحد ثلاث ساعات لانه اللحم كان قاسع شوية والحم لله طاب ما شاء الله كالزبدة شوفوا هنا عقداء نضع الحمص كان في المجمد ونعطيه وقت كبير 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 يطيب فيه بعد ما طاب اللحم شوية وذلك الحمص تخل فيه الطياب نجيبوا هنا ديبولاتينا ونبدأ نرميهم نرميهم في المرق هذا شوفوا كثير المرق بدأ ينشف بعد نحط ديبولات رح يزيد ينشف أكتر وأكتر هذه الوصفة تزمان معروفة يعني في العاصمة معروفة في دواحي العاصمة بسم الله ما شاء الله ثوم هذا روعة هو أصل جزائري نكمل كامل ونغطي عليهم ونخليهم حوالي نسف ساعة أخرى الثاني يدخل فيهم الطياب مليح ونشوف الخطوة الأخرى هنا بعد محطيتهم نحرك فيهم هذا بعد نغطي الطاجين ونخلي يتغالع ويتغالع ويضع يطيب شوف هنا أو نشوف ما شاء الله هنا نثوم في عطاب خلاص شوف ذلك الحميسة فطابة الحمطاب ما شاء الله البولد ما شاء الله الملق جاء ضوق روعة روعة نحي الطاجين نحط هنا شوف ريطاطين الفوفان نحطها فوق طوية العمل نحطها فوق شبنك هكذا باش إنه ما تترطق ما هنا ونجيب هنا البلاطي ونجيب هذك اللحم المكور ونحط هنا أقدر هذا هو مثوم لجاء بسم الله ما شاء الله مع شوية قارس مع شوية لوز يا باب يا باب يا باب يجي روعة 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 بلاطا رمضان وغير رمضان يعني خاصة رمضان يعني يجي دو بلاط بسم الله ما شاء الله أنا مثوم هذا الظلمة ما هيش كما نثوم ما ديش بالحمص عند الظلمة عن النبي كذلك تجي روعة فيها القرفة فيها لحم مكور ولكن اللحم نحط فيه المعدنوس نحط فيه البصل نحط فيه كل المهم الأكل أو أدواق وكل بلد وكل ولاية عندها تعادتها وتقاريدها كل واحد كيف طيب وكل واحد كيف يعني يعني وصفة تعجب الناس كامل كل واحد يدار وصفته أو وصفة وليته أتعجب بهم بكل الله نطيعهم في بعضنا بكل الله نقول هذيك مشتياكم وذي مشتيانا أن نحن كل جزائريين فبان طيحوا في البياج تعال التفرق هذا أنا عملت جاري العنبي وكان وصفة في التكتوك تلعت يعني ما شاء الله ولكن تعليقات كون تدخل تعليقات تشوفوا تعليقات قصنطينا تقول جاري تيعي الطارف يقول جاري تيعي كل واحد يقول جاري تيعي وهذا مشهو عن نبي وأنا ما قلت جاري عن نبي أنا ذكرت جاري رو يسميوه في شرخ تقريب كامل وما قلت جاري عن نبي قلت طريقة عن نبي فقط يعني كل واحد طريقت مكان الله ندخل في جدال نحن رأنا ولاد بلاد واحد ورأنا خاوة كامل ورأنا كل كل نكون يد واحد نشجع ولاد بلاد وندعم هم مش نطيح جيجلي سجراسي جانمي وهراني مستغامي كل جزائري كل خاوة وإنما كل واحد طريقت في الطبخ كل واحد طريقت تتبي هكذا أحبائي نسوم تيعي رواجد بسم الله إن شاء الله مع سنقرص وش نقولك نبقينا نقولكم بارك الله فيكم طال في الوحكم ربي يجزيك كل خير ربي يعطيكم اتمنى إن شاء الله على الدعم متواصل سلام عليكم في وصفة قادمة إن شاء الله ولكن رجلت ورجلت ورجلت بزاف لذاك الإعجاب أو تم تعملوش إعجاب نقولكم أعلموا إعجاب متو مخرجين السلام عليكم